محمد حمدي بقى تحديداً أبدأ دسو قلليك محمد حمدي تحديداً هيباع؟ هيروح للأهل أو الزمالك؟ لا قولاً فاصلة لا حتى لو جالكم من الأهل أو الزمالك رقم كبير؟ لا مافيش خالص يعني دي تقفلت كده هو اه خلاص اه كابتن محمد اسماعيل هو عشان حتى لو أنا جيت قلت لكم بكرة الأهل بيفوم محمد حمدي أو عايز محمد حمدي ومحمد حمدي رايح للأهل أو الزمالك تقوله كريم بيقول أي كلام طب أنا عايز أقولها أقول مسؤول نفسه بيقول لا على مفاجأة كمان أتفضل محمد حمدي وأحمد نادر تحديداً قبل بداية الموسم ده كان النادي الأهل عايزه أصلاً وتقريباً يعني كان خلاص شبه هيمضو كمان دي مفاجأة اه ده من بداية محمد حمدي وأحمد نادر كان النادي بيخلصهم اه طبعاً لأنهم اللعيبة دي من زمان هم معروفون أنهم اللعيبة احنا عندنا فرية 2003 بس هم نوروا أول سنة دي كمان عشان خدوا الفرصة صح عشان يعني بصراحة يعني وخاصة مع كابتن تامر أزهرهم بالشكل اللي هم ليه بقى المفاوضات ما كملتش مع الأهل مع الأهل بدأت عشان أنا جددت لهم خلاص لأنه هو في الآخر بيت وإنبي احنا أنا كنت سامعك من شوية بتتكلم على الولاء والانتماء بس احنا عندنا شوية شوية بصراحة يعني في القطاع عندنا موضوع الولاء اللي نادي ده موجود لأ موجود وهو بشدة احنا لعبتنا بين يعني محمد حمدي وإحمد نادر ومن هم عندهم تسع سنين في النادي أي قسم على واحد زي محمد حمدي أو أحمد نادر لما تيجي تقول له أنا أنا أقول كلام منطقي فبري هتيجي تقول له الأهل عايزك تمام وبيعشى أمبي وده حصل أنا أقول لك ساب الأهلي ومضى معايا أه مرضيش يروح الأهلي وكمل معايا ايه مرضا أنا بكلمك كلام واقيا على فكرة مش بقولك كلام استنتاج أنا بكلمك كلام حصل بداية الموس هو وأحمد نادر فرفض الأهلي رفضوا الأهلي محمد حمدي ونادر عشان يكملوا مع أمي وكملوا مع أمي وبالتالي بما أنهم أصلا جددوا ببنائة الموس اللي كان أسهل يروحوا فيه للأهلي فهم مش هيطلعهم يعني هو كان يناير اللي فات ده كان ممكن يمضي للأهلي كان عقده خلاص آخر موس ويروح فيه كمان والأمبي ما يستفيدش دي حقيقة فعشان كده بقولك مش بقولها عشان بس هو فعلا فيه فيه نوعية ونوعية محمد حمدي وإحمد نادر هم رسمين لنفسهم خريطها كريم عشان كده بقولك هم طموحهم أكبر أكبر قوي من أنه هو يلعب يعني طبعا مع نادر أهلي وناس زمالك طبعا أي حد يتمنى بس هم عايزين يروحوا الأبعد من كده اللي هو يلعبه في أوروبا إن شاء الله وده هيحسن إن شاء الله يا كريم هيحسن إن شاء الله ممكن يحسن السنة دي؟ لا على نص الموسم اللي جاي ممكن نص الموسم اللي جاي أعتقد يعني لإنه قريدي فيه ناس بتتكلم يعني فيه شركات أسبانية وهولندية بيتكلموا إن هم تحديدا عايزين يسوقوا في الاتنين اللي عبادة دي بس الكلام ما بيقتر زاد على لزوم ده اللي قلقنا أنا بقى أيوة إن أنا عايز الموضوع يبقى فيه شوية هدوء بس إنت عريفة كابتن محمد وإنت راجل قديم يعني فاهم في الكورة كويس قوي اللعيبة لما بتتقلق عندك وزي بيقولوا كده إيه اسمهم يتعرض في السوق ده بيفرق معاك حتى إداريا وماليا وحتى في اللعيبة اللي جنبوهم بيبقى عندهم الحافظ إن اسمهم كمان يطلط فدي حاجة ما بتضيقش المفروض المفروض حاجة تبسط يعني هي تبسط بس إنت أحسن ما يبقى ما حدش عارف عندك لعيبة أو مش مهمين كله لا إحنا طول الوقت يا كريم يعني طول الوقت نادي أمبي معروف إن عنده صح أحسن نجوم في مصرف يعني بينين كله بس هي قصة بالنسبة لنا اللي يكمل فكره بقى ماشي تزعي هو الرسم لنفسه إيه هو يعني عايز يوصل لأهنه نقطة صح ما ممكن أوصل لنقطة بتاعة النادي الأهلي أو نادي زمالك وده أنا خلاص ده آخر زي ما بيقول لا أنا بقولك نوعية اللعبة الجيل الجديد اللي طالع ده أنا عايز أقولك مثلا آخر مرة لما يا ميستر فيتوريا استدعى أحمد نادر ومحمد حمدي اليوميني اللي خادهم معوشات اللعبة بتاع الفين وثلاثة الكلام اللي اسمعته مثلا محمد حمدي وأحمد نادر وهم منباهرين بالكابتن محمد صلاح إزاي كابتن محمد صلاح بيسمع إزاي بيمرن بيتمرن إزاي بيسخ يعني هم مركزين في حاجة واحدة هم عايزين في مثال هم عايزين أنا عايز يبقى زي محمد صلاح هم كمان شافوه في الملعب وطبعا هم يعني مباهرين به ومش متخيلين بقى أن النجم العالمي ده المداري بيقوله حاجة وأنا حتى بيتسأله ويقوله طب وهو في المحاضرة بيس قال لي هكاء فهم تحديدا الاتنين دول مركزين هم عايزين يروحوا فيه في الحياة وهما لعبة مميزة جدا يعني طيب